العاصمة الأردنية عمان يسعى مركز روح الشرق للتدريب المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم الإرشاد الوظيفية لتمكينهم من الحصول على فرص عمله بعد إتقان مهارات متنوعة المزيد في سياق التقرير التالي في قلب العاصمة الأردنية عمان مركز أخذ على عاتقه مهام التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة روح الشرق مركز أنشأه خبراء في مجال الإنتاج والتدريب الحرفي عام 2005 يهدف إلى تمكين الطلاب المتميزين من الحصول على فرص عمل بعد أن يتم تدريبهم على إتقان مهارات بعينها هلأ أنشأ هذا المركز عشان تدريب تأهيل وتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة والإحتياط الخاصة من خلال تمكينهم من عدة حرف البرامج الحرفية هي برامج مثل النجارة، الخياط الطبخ، دراما، موسيقى، مسرح، إعادة تدوير ففي عنا زراعة، ففي عنا أكثر من 12 أو 13 حرفة، وكلهم فيها مستوى بسيط، فيها مستوى متقدم وفي يوم من الأيام، وفي يوم من الأيام يعالج المركز المشكلات اللغوية لدى الطلاب على مراحل متعددة من خلال مشاركتهم في الموسيقى والدراما إضافة إلى برامج متخصصة تناسب الفروق الفردية للطلاب في مجالات الحياكة والتطريز وصناعة الحلي والطلع وحتى الآن قدم البرنامج عشرة طلاب للتدريب في مصانع وفنادق بشكل أسبوعي طالبة بساعد بالخراز وبنجارة وخياطة ومزيق بعدين وصلت لمرحلة أني صرت مساعدت مع الماء بعدين في واحد تسعة صرت مع الماء وأنا وهون كثير بحب الشغل وبحب الولاد أنا جلس كثير بالمركز عشان هيك أنا صرت أطلع على فندق جنيفة مع الأولاد وأنا مشرفة عليهم عشان هيك على خمس أولاد ما بين نجارة وطبخ ومصرح وموسيقى برنامج يبني شعورا بالاستقلالية والقبول لدى أشخاص لطالما يعانون من تهميش مجتمعي وقد يكون فرصة تمكنهم من مواجهة تحديات التواصل مع محيطهم وصناعة مستقبل أفضل إيمان الخولي النهار اليوم